بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتعرف على موضوع الاسكليتل سيستم في البداية بحكي لك إيش هي مقونات سكليتل سيستم أو إيش بتكون السكليتل سيستم السكليتل سيستم بتكون من البونز يعني السكليتون الجوينتس المفاصل كلمة جوينت شو تعريفها هي عبارة عن R تيكيوليشن بتوين تو بونز أو مور يعني هي عبارة عن اتصال ما بين عظمتين أو أكثر بيعملوا لجوينت وهو من الانكلودز تبع الاسكليتل سيستم كارتليجز غضاريف كارتليجز أيضا لجامينتس إذن إيش هم الانكلودز للسكليتل سيستم بحكي لك بونز جوينت كارتليجز و لجامينتس طبعا الاسكليتون الهيكل العظمي لجسم الإنسان عند الأدلت عند الإنسان البالغ بتكون من ميتين وست عظمات هدول الميتين وست عظمات بقسمهم إلى تو ديفيجنز تمانين عظمة بسميهم أكزيالسكليتون يعني المحوري عددهم تمانين من الأمثلة عليهم السكال أو اللي هم الاسكال الجمجمة الرب الأضلاع والفيرتبرا عظام العامود الفقري و 126 عظمة بسميهم أبينديكيولار سكيلتون أبينديكيولار يعني طرفي من الأمثلة عليهم البلفس الحوض أو اللي هم الحوض والإكستريميتز الإكستريميتز يعني الأطراف الأبرلمب زائد لور لمب أو لور لمبس أبر أند لور لمبس كمان مرة إذن في البداية إحنا حكينا السكيلتال سيستيم إنكلودز بون إنكلودز جوينت كارتلجز أند لجميات والجوينتز أرتكيوليت بتوين تو بونز أو مور الأدلت سكيلتون بتكون من 206 عضمات هدول الم206 عضمات تقسمهم إلى two divisions أجزية السكيلتون المحوري اللي هم skull ribs vertebra عددهم 80 abendicular skeleton البلفز والإكستريمتز اللي هم الأبر والlower لمبس إيش هم الfunctions of bone وضائف البونز الfunctions of bones في عندي five functions أول وضيفة movement شو يعني movement movement يعني الاسكيلتال system بيزودني في نقاط اتصال للعضلات عشان يصير في عندي movement إذن تعريف المovement أول function للبونز إنه الاسكيلتال system provides points of attachment for muscle وزي ما أنا بعرف كل عضلة بجسم الإنسان إلها بداية اتصال اسمها origin ونهاية اتصال اسمها insertion تمام إذن أنا المovement إنه الاسكيلتال system كيف بيصير movement على البونز إنه الاسكيلتال system بيحددلي وبيزودني بنقاط اتصال للعضلات عشان يصير في عندي movements الفنكشن التانية support دعامة مثال الباكبون is the main يعني العمود الفقري تبعك هو عبارة عن المين support لل center of the upper body إذن حد الآن أنا تعرفت على two functions للبون movement وعرفنا شو يعني movement support مثال إنه الباكبون is the main support center of the upper body الوظيف التالت بحكي لك protection حماية كيف بيصير عندي حماية البون نلأمثلة على البروتكشن البون of your skull عظام الجمجمة تعمل لبروتكت للبرين والربس الأضلع بيعملو لبروتكت لللنج اللي هم الرئة والهارت القلب من الانجري كمان مرة كيف بيصير عندي بروتكشن إنه البون of the skull من الأمثلة عليه بيعمل اللي بروتكت للبرين والربس بروتكت للهارت واللنج إذن هاي الوظيفة التالتة بروتكشن الوظيفة الرابعة makes blood هو مصنع هو مصنع الدم كيف يعني أو بصنع الدم كيف الرد والwhite blood cells form pipe bone marrow طب والbone bone موجود موجود في bones bones جواتها cavity وهاي الكافيتي تحتوي على البون marrow المسؤول عن تصنيع الرد and white blood cells عشان هيك بحكي لك وظيفة makes blood makes blood من خلال البون marrow الموجود بالcavities of bone عشان يعمل للرد والwhite blood cells فهيك تعرفت على for function movement support protection and makes blood الوظيفة الخامسة والأخيرة اللي هي storage التخزين شو بيخزين لي خزين لي معادن زي مين هدول المعادن زي calcium زي phosphorus okey phosphorus وcalcium bones store minerals such calcium and phosphorus فأنا عندي 5 functions protection support movement factory storage هدول 5 functions بخصوا البون ولازم أعرفهم وحكينا كل function ايش تعني وايش نقصد فيها بعد ما تعرفت على المين أو skeletal system includes من ايش بتكون بشكل أساسي وتعرفت على function of bones حاليا بدي أتعرف على أشكال البون حسب الشيب في عندي 6 types 6 أنواع عندي long bone short bone flat bone irregular bone sesamoid bone and pneumatic bone إذن في عندي types of bone according shape كم نوع 6 long bone short bone flat bone irregular bone sesamoid bone and pneumatic bone بدي أخذ على كل نوع مثال عشان أحفظ وأعرفه نبدأ في البداية بالlong bone long bone مثال عليه أعطيني مثال على long bone بحكيه لك مثال عليه عظم الفخد اسمه femer هاد وعظم الذراع اسمه humerus إذن أمثلة على long bone femur and humerus هلأ ما بحكي على bone يعني long لأنه بس long طويل لا لأنه بنطبق عليه ثلاث شروط ثلاث شروط رئيسية شو ميزات اللونج bone لازم يكون إله upper end or proximal end lower end or distal end وبناتهم shaft or body إذن long bone لازم ينطبق عليه هاي الشروط upper end proximal end يعني يا أبر يا proximal بسميه lower or distal shaft or body هدول بسميهم long bone نلأمثل عليهم femur وهي ميرس النوع الثاني short bone نلأمثل على short bone عظام الموجود بالhand اسمهم carbal bones والعظام الموجود بالقدم اسمهم tarsal bone carbal and tarsal short carbal in hand tarsal in foot flat bone مثال عليها عظم لوح الكتف اسمه scapula هذه scapula scapula فأنا عندي three types long bone femur humerus short bone carpals and tarsal bone flat bone نلأمثل عليها الاسكابيولة الاسكابيولة النوع الرابع irregular bone نلأمثل على irregular bone الvertebra عظام العامود الفقري vertebra irregular غير منتظم النوع الخامس sesamoid bone نلأمثل على sesamoid bone يعني زي حبت السمسم نلأمثل عليها بسميها بالعربي صابون تركبة batilla batilla هي sesamoid وتعتبر أكبر sesamoid bone في جسم الإنسان في عندي sesamoid غيرها يسفي عندي وين موجودين على الثمب على الإبهام في الهاند وعلى big toe بالفت لكن هم small أكبر وحدة فيهم الباتلة sesamoid bone النوع الخامس والأخير pneumatic bone اللي هو عبارة عن bone جواتها تجويف و contains air cells أو air sinus فسميها pneumatic bone نلأمثل عليها الاسكل contain air sinus contain air sinus يعني جواتها زي تجويف هاي البون وهاي التجويف وتحتوي على air sinuses من الأمثل عليها الاسكل تحتوي على four air sinus frontal maxillary ethmoidal and sphenoid وإن شاء الله بتتعرفوا عليهم أكثر في الرسب بايراتوري سيستم فأخذنا six type long و short irregular و flat وحكينا sesamoid و anyumatic bone زي skull و contain air sinus بعد ما تعرفنا على types of bone حالياً بدي أركز بشكل أساسي على parts of long bone parts of long bone إيش أجزاء long bone أول إشي diaphysis الdiaphysis هو عبارة عن الشافت number two epiphysis epiphysis هو ends of bone number three metaphysis أو metaphysis yes هي الأريا الموجودة ما بين الdiaphysis وال epiphysis بسميها metaphysis النوع الرابع epiphysial cartilage أو نحكي الجزء الرابع أياً سور مش النوع الرابع الجزء الرابع epiphysial cartilage epiphysial cartilage هي عبارة عن growth plate أو بسميها epiphysial plate of cartilage عبارة عن growth plate تمام مسؤول عن النمو لهاي البون تمام in the metaphysis at each end of a long bone مكانها إذن عندي four parts حد الآن حكيتهم أو parts of long bone أجزاء من long bone الdiaphyses shaft هي number one number two epiphyses هو ends لهذا البون بنات epiphyses والdiaphyses metaphyses هي ثلاث number four epiphysial cartilage هو growth plate أو epiphysial plate of cartilage مسؤول عن growth الميز الرابع على long bone articular cartilage articular cartilage يعني جزء من أجزاء long bone عليه articular cartilage هو articular cartilage covers the external surface of the epiphyses يعني بغطي هاي المنطقة cover the external surface of the epiphyses اسمه articular cartilage السادس periosteum outside covering the diaphyses outside covering the diaphyses و medallary cavity هي عبارة عن cavity of the shaft وتحتوي على bone marrow إذن في عندك سبع شغلات بتخص long bone أو أجزاء long bone diaphysis هو shaft وال epiphyses هو الأطراف والmetaphysis المنطقة ما بين epiphyses والdiaphysis epiphysial cartilage هو growth plate in the metaphysis at each end of a long bone articular cartilage هي عبارة عن covering لل external surface of the epiphyses والperiosteum هي outside covering لامين لل diaphyses أو shaft والmedallary cavity هي cavity of the shaft وتحتوي على البون مروا المسؤول عن تصنيع الred زائد white blood cells ممتاز هيك تعرفنا على parts of long bone طبعا هاي صورة عبارة عن x-ray هاي x-ray بتوضح لي كيف انا عندي هون الhand وهون جزء مبين عندي هو four arm طبعا بدي اركز هون على كيف مبين عندي growth plate epiphyses metaphyses والdiaphyses هي الارية الموجودة ما بين هدول الاثنين metaphyses حكينا في عنا growth plate المثؤول عن growth ممتاز صورة تانية بتوضح لي بال x-ray ايضا كيف عندي هون للني طبعا هاي صورة للني joint وكيف الني joint مبين عندي growth plates طبعا هون abnormal knee وهون abnormal knee فيها narrowing في هاي المنطق يعني في مشكلة حكينا ان الاسكيليتون ينقسم او بتكون من 200 و6 عضمات هدول 206 عضمات بقسمهم الى جزئ 80 عضمة و126 الثمانين عضمة سميتهم axial skeleton ايش هو axial المحوري skull هاد والvertebral column العمود الفقري والribbs and sternum اللي هو القفص الصدري الربس الاضلاع والستيرنم عضمة القص الموجودة بالنص اسمها sternum هاي sternum هدول المكونات الاكزية للسكيليتون 80 عضم عددهم 80 skull vertebral column ribs and sternum و126 بسميهم abendicular skeleton هو عبارة عن upper limb والlower limb bones of the upper and bones of the lower limb اسكيليتون is divided into number one axial and number two abendicular وعرفنا كل جزء ومن كم عضمه بتكون طبعا الاسكيليتون حكينا انه بتكون من الاسكال نمبر نمبر ونمبر ثو من الفيرتبرال كولوم ونمبر ثري من الثوركس أو بوني ثوركس يعني عظام القفص الصدري اذا مكونات او اجزاء الاكزية الاسكيليتون اسكال فيرتبرال كولوم وبوني ثوركس كم عددهم كلهم هدول مع بعض 80 في عندي ملاحظة ونقطة مهمة العظم الوحيدة في جسم الانسان اللي ما بتعمل articulation مع عظم اخرى موجودة في النك اسمها hyoid bone اجزاءها body و two horn قرنين greater horn الكبير و lesser horn الصغير اذا ايش العظم الوحيدة اللي ما بتعملي articulation مع another bone اسمها hyoid bone وين موجودة في النك نحكي عن السكال سريعا السكال جزء من اي part من اجزاء الاسكليتون الاكزيل ولا الابندكولار اكيد بتجاوبني من الاكزيل وهو اول جزء هذا السكال يعني الجمجم بالعربي بتكون من 22 عظمة هدول 22 عظمة بقسم لك اياهم الى جزئين 21 عظمة ما بتتحرك ابدا immovable وعظمة وحيدة هايها هادي movable تتحرك اسمها mandible اللا ورجو الفك السفلي كيف هدول العظام الـ 21 متصلات ببعض متصلات ببعض خلال غرز او درز بسميهم سوتشر سوتشر هايهم هدول 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 تمام اما الماندبل لا نوع من انواع الجونت مختلف تماما يعتبر ساينوفيال اما هدول يعتبر فايبروس الـ 21 هدول فايبروس هاد يعتبر ساينوفيال رح نحكي عنهم ان شاء الله في السلايدات القادمة ساينوفيال هذا الجونت بيمسك في عظمة موجودة بالسكال جزء من السكال اسمها تمبورال بون فبعملولي جونت اسمه تمبو مان ديبيولار جونت يعتبر ساينوفيال جونت وهو ما بين الماندبل اللورجو والتمبورال بون اما الـ 21 عظمة الباقيات اموفابل اقا كمان مرة لشان ما نضيع السكال جزء من الاكزي اللي هو الفيرست بارت بتكون 22 عظمة 21 اموفابل واتحدوا مع بعض خلال سو تشر طب شو ضل بالعظمة الوحيدة هاي بحكي لك هاي اللورجو مسكت بالتمبورال بون اللي هي جزء من السكال وعملت لي تمبرو ماندبل جونت نوع ساينوفيال اللي هو الجونت الاكثر انتشارا في جسم الإنسان نوعه ساينوفيال تمام اغلب انواع المفاصل في جسم الإنسان من صنفها ساينوفيال واناحد هدول الساينوفيال هو تمبرو ماندبل جونت هذا الجونت ماشي موفابل بتحرك لانه الماندبل فهي الحار اكيد احنا منستخدم ونحرك الماندبل فأنا عندي اكزيال اول بارت من نسكل اثنين وعشرين واحد وعشرين ثابتين بسوتشر بدرز او غرز وواحد فقط اللي بتحرك اللي هو اللورجو او الماندبل بريدود نتعرف على الجزء التاني من الاكزيال السكيلتون اللي هم البوني ثوركس عظام القفص الصدري بتكون من ستيرنم اول عظمي هادي نمبر وان اللي هي عظمة القص اللي بالنص الربس الاضلاع اللي هم من لون الازرق وكيف الربس بدي يمسكوا بالستيرنم ما بيمسكوا مباشرة اللي هم وسيط هذا الوسيط اسمه كوستال كارتلج غضاريف كوستال كارتلج تمام وهدول الربس ايضا رح يمسكوا بالعامود الفقري فجزء من العامود الفقري بسميه الثوراسيك فيرتبرا منطقة الصدر ثوراسيك فيرتبرا وكيف انا عندي الثوراسيك او البوني ثوراكس بتكونوا من اربع اجزاء اجزاء القفص الصدري ريبس باللون الازرق كوستال كارتلج باللون الاصفر استيرنم باللون الاخطر وهذا باللون الابيض نحكي عنهم شو اسمهم هدول هدول اسمهم ثوراسيك فيرتبري اللي هو الرابع والاخير تمام اذا شو اجزاء سكليتون of the thorax sternum ريبس والريبس بيمسكوا بالستيرنم ثروه كوستال كارتلج وحكينا ايضا الرب رح يعملوا articulation مع الثوراسيك فيرتبرا ممتاز الجزء الاخير من الاكزيال اسمه الفيرتبرا الكولوم العامود الفقري العامود الفقري بتكون من 32 ل33 عدمة منفصلات عن بعض من خلال انتر فيرتبرا ديسك يعني زي كارتلج انتر فيرتبرا ديسك اذا بتكونوا من 32 ل33 عدمة وسباريت باي انتر فيرتبرا زي ما هم شايف مش مبينين هم مشهولين لكن بناتهم بيكون في عندي ديسك انتر فيرتبرا ديسك وبقسم الفيرتبرا كلهم لخمس اجزاء خمس مناطق مش هم من 32 ل33 عدمة خلنا نقسمهم نوزعها سبعة بسميهم سيرفايكل فيرتبري سيرفايكل منطقة الرقبة بتكونوا من سبع فقرات 12 ثوراسيك فيرتبري منطقة الصدر 12 فقرة خمسة لمبر فيرتبري منطقة اسفل الظهر وخمسة ايضا بسميهم ساكرال او ساكرام فيرتبري خمس فقرات لكن فيوز توقذر بفقرة واحدة بسميها ساكرام او ساكرال بون واخر اشي عندك من 3 الى 4 فقرات كمان فيوز توقذر بفقرة واحدة بسميها كوك سي جيل او في ون بيس نحكي يعني احسن قطعة واحدة بسميها كوك سي جيل او الكوككس فهيك عندي من 32 الى 33 حسب اذا الكوك سي جيل تكونت من 3 او 4 فقرات كمان مرة ايش هم اجزاء الفيرتبري بحكي انه الفيرتبري بتكون من 32 الى 33 عضمة منفصلات عن بعض بانتر فيرتبري ديسك اول سبع فقرات اسمهم منطقة الرقبة 12 فقرة ثورسك خمسة لمبر اسفل الظهر كمان عندي خمسة ساكرال ساكرال اللي هي هاي المنطقة عبارة عن 5 vertebra فيوز توقذر بوان بيس قطعة واحدة سميتها الساكرال او ساكرام واخر اشي عندك من 3 لأربع فقرات كمان فيوز توقذر بقطعة واحدة بسميها كوك سي جيل او الكوككس طبعا زي ما انت شايف بالصورة العمود الفقري له انحناءات كيرفس شو انحناءاته بحكي لك منطقة الرقبة بتكون كونككسيتي ومنطقة الصدر كونكيفيتي ومنطقة اللمبر كمان كونككسيتي طيب منطقة الساكرال كمان بتكون كونككيفيتي اذا بحكي لك انه السيرفايكل واحد واللمبر 3 كونككسيتي الثورسك اتنين والساكرال اربعة بيكون كونككيفيتي اذا الكونككس سيرفايكل ولنبر والكونكيف الثورسك والساكرال هذول نعرف الكيرفز أو فيرتبرال قلم نتفرج هاي الصورة بتفرجين السيرفايكل ريجون هاي الصورة الثورسك ريجون هاي الصورة اللمبر ريجون واخر منطقة رح تكون الساكرال مع الكوكسيجيال ريجون حاليا ننتحرف على الجوين شو يعني جوين جوين هي عبارة حكينا في البداية articulation between البون two bones or more طيب شو اجزاء الجوين بقسم الجوين الى نوعين حسب يا الستركتر يا الموفمنت يا حسب الستركتر او حسب الموفمنت حسب الستركتر بقسمه الى فايبروس كارتلي جينيوس ساينوفيال وهو الموست كومون في جسم الانسان الموست كومون من الجوين ساينوفيال حسب الموفمنت الى اموفابل غير متحرك ساين ارثروسيز سلايت لموفابل حركة بسيطة امفي ارثروسيز وفري لموفابل بتحرك بكل الاتجاهات او سمنا الالكالسيفيكيشن اوف جون الى ستركتر فايبروس كارتلي جينيوس وصاينوفيال وحسب الموفمنت الى اموفابل وسلايت موفابل وفري موفابل خلينا نتعرف عليهم بالتفصيل نبدأ اول اشي بالفايبروس جون فايبروس جون شو يعني يعني بيكون ما بين البونز نوع من انواع الفايبروس تشو انه بيحكيلك هدول البونز بتتحدوا مع بعض من خلال فايبروس تشو اذا الفايبروس جون شو تعريفه انه البونز بتتحدوا مع بعض عن طريق فايبروس تشو عطيني امثلة حكينا عنه قبل شوي سوتشر وين موجودة هاي السوتشر مثال على الفايبروس بالسكل سميتها سكل سوتشر فهو نوع من انواع الفايبروس البونز اللي بتتحدوا مع بعض بالسكل سوتشر except الماندبل سايندسموس مثال عليه ديستل اند اف تيبيا اند في منطقة اسفل القدم تيبيا اند في هاي المنطقة سايندسموس جون هو عبارة عن فايبروس جون قم فوس قم فوس بتوين الروت اف تيف و سكت اف جو بكون ما بين الروت كمان مرة طبعا الفايبروس جون اموف جون عشان نكون بالصورة اموف مثال عليه سوت سايندسموس زي ديستل انتي بان فيبيولا والقم فوس ما بين الروت اف تيف ام سكت اف جون اوكي فاحنا حكينا فايبروس جون وهو طبعا نوع من انواع الام موف جون يعني هذا المفصل ما بتحرك وين موجود بالسكل موجود في ديستل انتي بان فيبيولا وموجود في الكون فوس بين الروت اف تيف اف اف جون اذا اخلصنا اول نوع النوع الثاني اسمه كارتلي جيني واس جون وهذا النوع يعني سلايت لي موف بيكون في حرقة بسيطة وهو عبارة ليش سميته كارتلي جيني واس لانه انطبق على اسمه لانه البونز بتصلوا مع بعض من خلال كارتلي وبقسمه الى نوعين برايمري كارتلي جيني وس ساينو كندروسيز زي الكوسترو كندر الجوين والإبيفيز زي بليت أوف كارتلي الموجود باللونج بون وسكندري كارتلي جيني وس زي الانتر فيرتبر دسك وهو دائم يعني موجود دائما اما البرايمري رح يكون مؤقت فقط بعدين بيصير كومبلي تلي بوني وزي السيمفاسيز بيوبس جوين الموجود ما بين التو هب بون تمام كمان مرة نعيد سميته كارتلي جيني وس جوين لان البون بتصل مع بعض من خلال كارتلي جهون وعين برايمري رح يكون مؤقت هذا الكارتلي زي الكوسترو كندر الجوين والإبيفيز زي بليت أوف كارتلي سكندري موجود بالأساس ورح يضل زي ما بين في الفقرات اسمه intervertebral disc جوين وما بين التو هب بون عظام الحوض بسميه symphysis pubis جوين سكندري نخلصنا من النوع الثاني للجوين هو طبعا slightly movable النوع الثالث وهو movable جوين المتحرك بشكل أو freely movable الاسمه synovial جوين وهو الأكثر انتشارا في جسم الإنسان إسمه synovial إلو six features ست خصائص six features يعني ست خصائص شو الخصائص لهذا الجوين الخصائص لهذا الجوين بشكل أساسي أول إشي بحكي لك number one articulating bones يعني البونز المتصلين ببعض separated منفصلين عن بعض يعني مش مسكين ببعض بشكل مباشر زي ما هم بيين عندك بهاي الصورة هاي articuler bone وهاي articuler bone separated بايش مفصولين بjoined cavity بjoined cavity هاي أول ميزة الميزة التانية articular cartilage أو high line cartilage بيغطي ends of bone covers the ends of bone في عندك high line cartilage اللون أزرق هاد هينتفرجوا عليه هاي articular cartilage أو high line cartilage بيعمل covering أو covers the ends of bone هاي الميزة التانية هذا الجوينت أو السطح المفصلي لهذا الجوينت in close مغلق مغلق بشو بفايبروس articular capsule بايش بفايبروس articular capsule يعني أنا عندي joint capsule joint capsule وهي الجوينت capsule جزئين فيبروس عملت لي in close لمين لل joint surface والطبقة التانية بسميها synovial membrane وهاي synovial membrane عملت لي lining لل joint capsule نعيد كمان مرة عشان ما نضيع الميزة التالتة انه joint surface in close in close بشو بفايبروس articular capsule وبحكيلك انه joint capsule اللي احنا المقشرين عليها هون lining مبطنة مبطنة بشو بساينوف الممبرين عشان هذا الساينوف الممبرين يصنع لي اشي جو الكافيتي اسمه synovial fluid رح نحكي عنه اذا اربع ميزات articular bone separated by joint cavity articular cartilage وال highline cartilage covering لل end of bones في عندي joint capsule وإله طبقتين الطبقة الاولى اسمها fibro articular capsule عملة in closing joint surface or in close من خلال fibro articular capsule والطبقة التانية اسمها synovial membrane lining لل joint capsule الميز الخامسة هاي synovial membrane رح تعمل لي اشي بسمي synovial fluid هذا joint filled filled with اش synovial fluid synovial fluid ممتاز والميز الاخير هذا joint كيف بعمل stability وتقوي من خلال ligaments موجود عليه ligament ligament اذا انا عندي 6 خصائص 6 features articular bone separated by joint cavity هاي مبيني عندي الصورة بلون الزهري articular cartilage cover cover المين covers للends of bone بيين عندي هاي باللون الازرق 6 joint surface اني close عن طريق fibrous articular capsule والjoint capsule lining بالsynovial membrane والcavity filled بالsynovial fluid والligaments تعمل ريني force للjoint سسمهم ايش ligaments هدول 6 features بتخص synovial joint مهمات جدا لازم اعرفهم هدول ميزات وخصائص synovial joint مش حكيانا انه synovial joint هو freely movable يعني بتحرك هو المبصل بتحرك فقسمناهم احنا لثلاث اقسام fiberless joint immovable cartelogenous joint slightly بسيط والfree immovable synovial لكن synovial joint في حركته بقسمه الى ثلاث انواع في حركته بقسمه الى ثلاث انواع في مفاصل بتتحرك بيوني اكزيال باتجاه واحد بايش باتجاه واحد بسميها يوني اكزيال ومفاصل بتتحرك باتجاهين بسميها باي اكزيال ومفاصل تتحرك في ثلاث اتجاهات او في عدة اتجاهات بسميها multi-axial فالtype of synovial joint الاكثر انتشارا ثلاث انواع يوني اكزيال في direction واحد bi-axial بتحرك بdirection ين ومالتي اكزيال بتلاتة او بعدة direction اوكي اعطيني مثال على المفاصل الموجودة بالsynovial بتتحرك بيوني اكزيال بحكيلك في عندي ثلاث انواع hint joint زي elbow زي مفصل الكوع pivot joint زي الاتصال ما بين ال radius وال النا بسميه radio النا joint plane joint زي الاتصال ما بين الكاربل bone هدول كلهم بتحركوا بيوني اكزيال movement باي اكزيال مثالين عليه كون دايلويد زي الرست joint مفصل الرسغ وسد ال joint زي الاتصال ما بين الكاربل bone والميتا كاربل لعظم الثم الإبهام بسميه سد ال joint مالتي اكزيال في عدة اتجاهات بسميه ball and socket حفرة او شبيهة الحفرة وطابة هدول الاشكال اذا كانوا بول وسوكت بسميه multi axial بتحرق فيه multi axial axis او movement مثال عليه shoulder joint والhip joint shoulder ايضا كمان الhip بعتبره multi axial اذا عندي types of synovial uni axial bi axial multi axial حسب الaxes اللي بتحرقوا عليه واحد او اثنين او ثلاثة او اكثر نتعرف عكل واحد فيهم uni axial يعني بتحرق في حركة واحدة فقط زي flexion extension مثال عليه elbow ankle flexion extension فقط بسميه uni axial مثال عليه ايش اسمه hinge hinge يعني uni axial اعطيني مثال على الهنج بحكي لك elbow و ankle flexion extension خلصنا من اول نوع من انواع اليوني axial hinge elbow ankle flexion extension النوع التاني اليوني axial ال pivot pivot يعني بيعمل rotation بس rotation اعطيني مثال عليه بحكي لك عندي مفصلين radio alner بيعمل subine وbrone وعندك الاتصال ما بين اول فقرتين بالعامود الفقري بالرقبة اسمهم atlas وaxes بسمي atlanto axial atlanto axial هدول اتنين من انواع المفاصل بيعملوا فقط rotation اسمهم pivot pivot joint rotation movement فقط uni axial radio alner radio alner و atlanto axial النوع التالت والاخير plane joint هذا plane joint articular surface يعني تعريفه هو عبارة عن articular surface r flat and they allow gliding يعني في plane بيصير في عندك بس gliding movement زي ما بين inter carb bone وبتوين vertebral articular process vertebral articular process جزء او process موجود على vertebra كمان بيصير عليها gliding ما بين vertebra يعني vertebra above vertebra below بيصير عليهم ايش نوع من انواع الحركة اسمها gliding وهي uni axial تمام اذا inter vertebral و vertebral articular process بيصير عليهم gliding movement على plane طبعا نوعهم هي uni axial فانا خلصت اول ثلاث انواع البفوت والهنج وال plane على uni axial وعرفنا كل واحدة شو الحركات flexion extension بالأولى اللي هي الهنج rotation و gliding بالاخيرة الpie axial يعني بتحرق باتجاهين او باكسزين ب2 axes اي ام سوري حكيين عنا نوعين كيف يعني كون دايلويد كون دايلويد يا سيد العزيز يعني between shallow depression of one bone and rounded structure of other bone او another bone or bones تعريفها هي اتصال shallow depression ل one bone مع rounded structure ل other bone or bones طبعا هذا بسمحلك بحركتين flexion extension abduction و adduction زي ايش زي wrist joint اعطيني مثال عليه بحكي لك مثال عليه wrist joint نوع من انواع الباي اكزيال هو condyloid وعرفنا شو تعريفه النوع التالت ايام سوري النوع التاني للباي اكزيال اسمه saddle saddle شو تعريفه بعرف لك اياه او عشان اعرف هو saddle وباي اكزيال شو يعني each articular surface both concave and convex area يعني التو surface واحد convex واحد concave اتحدوا مع بعض يعني مسكوا ببعض وعملوا لي saddle باي اكزيال مثال عليه carbo metacarbal of thumb saddle يعني زي سرج الفرس اوكي اذا each كيف يكون السطوح المفصلية لل saddle each articular surface has both concave and convex area واحد concave convex زي مين زي carbo metacarbal of the thumb اوكي زي ما هم بين عندي بها carbo metacarbal of the thumb يعتبر saddle joint bi اكزيال النوع الثالث والأخير من أنواع السينوفيال الملتي اكزيال ملتي اكزيال يعتبر مثال عليه ball and socket ball and socket يعني طابة وحفرة او شبيهة الحفرة يعني شبه الحفرة بحكي لكم cipherical or hemisipherical head of one bone articulate with cup like socket of another bone طبعا مثال عليه shoulder joint نفصل الكتف او hip ايضا hip joint يعتبر ايضا multi axial ball and socket اوكي فأنا عندي مثال على ball and socket عبارة عن طابة وحفرة او شبيهة الحفرة بتتحدوا مع بعض بتحركوا في multi axial movement يعتبروا مثال عليهم shoulder وال hip joint طبعا السلايد اللي بعد هاد تلخيص لاللي انشرح قبل بالتحديد لكل انواع الساين الساينوف joint ال uni axial وال bi axial وال multi axial حلو انك ترجحهم وتشوفهم كمان مرة هيك ان شاء الله منكون غطينا موضوع ال skeletal system بالترتيب وكان واضح ان شاء الله للجميع بتمنالكم التوفيق ويعطيكم الف الف عافية اشتركوا في القناة